وفي سياق متصل دعا البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإلزام ميليشي الحوث المدعومة إيرانيا بتمكين الفريق الأممي من دخول خزان صافر النفطي وذلك لإجراء الصيانة المطلوبة دون تأخير ودون أي شروط مسبقة تجنباً لوقوع كارثة إنسانية كبرى بسبب غرق أو انفجار الخزان مطالباً المجتمع الدولي بالتخلي عن حالة الصمت تجاه تعنت الحوثي ومنعه الفريق الأممي من صيانة الخزان لتفادي كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية في البحر الأحمر